الوكيل أمانيك مع الله حقائق تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى إليك أشواكك ستهب عليك الوكيل هل تشعر بضعفك وبأن الدنيا بتفصيلها أكبر منك وبأنك ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة هل تشعر أنك طائر قص جناحاه فهو خائر القوى بحاجة إلى مساعدة؟ هل لديك أشياء تخشى عليها وتريد أن تجعلها في عهدة من لا تضيع لديه الأشياء؟ سواء كانت هذه الأشياء أبناء أو مالا أو صحة أو حياة إذن فادلف إلى أنوار اسم الله الوكيل ابدأ بالتعرف من جديد على هذا الاسم الجليل غص في أغوار معانيه أرح نفسك من ضعفها وقلقها واستحاشها بأن تجعلها تتفيأ ظلال الوكيل فاتخذه وكيلا الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوكل إلا عليه ولا أن تلجئ ظهرك إلا إليه ولا أن تضع ثقتك إلا فيه ولا أن تعلق آمالك إلا به أي عمل تتوكل على الله فيه إنسه تماما لأنك إن توكلت على الله فهذا يعني أنك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن يملك الأمور كلها ومن السماوات والأرض من بعض مربوباته ومن يجير ولا يجار عليه يقول الحق سبحانه عن نفسه العليا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يأمرك رب المشرق والمغرب أن تتخذه وكيلا فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق فقط يريدك أن تقول بقلبك أنت وكيلي يا الله هل هناك غني على وجه الأرض يأمرك أن لا تستعين إلا به وأن لا تتوكل إلا عليه وأن لا تلتجئ إلا له لا وجود لهذا الغني على الإطلاق لأنه ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء ويكف عنك كل شيء ويعينوك على كل شيء الله وحده من يقول ذلك ويفعل ذلك ويقدر على ذلك التوكل يقين قلبي يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك من حر الهموم ومطر المكائد ورياح الدنيا المقلقة المحروم وحده هو من لا يقدر هذه المظلة ومن لا يحاول السير تحتها أعظم الملوك وأجل الأرباب سبحانه يأمرك أمرا أن تتخذه وكيلا أن تضع حاجتك في فنائه ليقضيها لك هو أن تلجئ ظهرك إليه حتى يمنع عنك سهام الغدر أن تفوض أمرك إليه حتى يتم على أكمل حال وأصح مثال والسؤال هو ما الذي تنتظره؟ ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة اقرأ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما هو الأمر الكبير والقرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على رب العزة؟ العزة نفسها هو ربها كل عزة رأيتها أو سمعت بها أو علمتها هو ربها فكيف يمكن لقروبك أن تصمد أمام إرادة رب العزة والكبرياء والعظمة؟ خطة سنوية وأعظم ما تتوكل على الله فيه هو عبادته أن تتخلى وتتبرأ من حولك وقوتك وتقول بقلبك قبل لسانك إياك نعبد وإياك نستعين فتستعين وتتوكل وتطلب القوة منه على أن تعبده لا يتصور أن يأمرك الله أن تعبده ويأمرك أن تتوكل عليه فتتوكل عليه في أمر العبادة فيخزلك هذا مما لا يتصور وقوعه كيف تطلبه أن تعبده مع كامل حبه لهذه العبادة ثم لا يعينك فقط أكثر من الكلمات النبوية الكريمة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قلت أكثر منها؟ إذن أنا أعتذر لا تكسر منها فحزب بل اجعلها ضمن جدولك اليومي وخطتك السنوية وأهداف حياتك لأنه إذا لم يعينك على ذلك فليس هناك قوة ستعينك فليس هناك قوة ستعينك لأنه إذا لم يعينك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك لأنه إذا لم يعينك على ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة يقول ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين ويقول أيضا القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتدركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء أرأيت الصلاة التي فرخت للتو من آدائها والله لو لم يعينك عليها لما أديتها إن كسر له وهو رحيم فقط أنزل حوائجك ببابه فقط اجعل قلبك منكسر وكأنه مخبة تحت العرش ولو لم تدعه الرحيم سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك وبعدها صق بأنه سيقضي حوائجك ويرفع مرضك ويخلق الابتسام على ثغرك أمانيك مع الله حقائك تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى إليك أشواقك ستهب عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي قمت للصلاة له والذي مرغت جبهتك له والذي نكست رأسك له هو الأحق أن تعلق حاجاتك به أن توكل إليه أمر شفاءك أن يكون هو ملجأك من مخاوفك أن تجعله سبحانه المعين على تحقيق أحلامك فالزم يدك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان امرأة صالحة قرر ابنها أن يكمل دراسته في الخارج وكانت تسمع عن الضياع والإنحلال الذي ينغمس فيه بعض من يذهب للدراسة في تلك الديار ولكنها كانت مغلوبة على أمرها أمور كثيرة أجبرتها على الرضوخ فعلمت أن الله هو القادر على حفظ ولدها فجعلت جزءا من صلاتها دعاءا لولدها بالحفظ عاد الولد من دراسته وقد صار من أهل المسجد وقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي على المنكر عاد وقد اكتسب قيما لم تكن لديه من قبل كيف نتخيل أن الوكيل سبحانه سيطرك الإبن للضياع وأمه تتدرع إليه أن احفظه يا رب أنت وكلت عليك فلا تخزلني في إبني الدموع المبتسمة لو قال لك أحد ملوك الدنيا وكلني في أن أنتزح حقك من فلان الظالم فقط وكلني هل سيراودك شك في أن حقك لن يصل إليك؟ أنت تحتاج إلى توقيع من أحد معاون الملك حتى يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف فكيف إن كان التوقيع من الملك فكيف إن لم يكن توقيعا بل قياما بالمهمة من جهته؟ الآن دع ذلك الملك ومعاونه وتأمل وتوكل على الحي الذي لا يموت لقد طاشت الآن كل صور الحاجات في نفسك أليس كذلك؟ لم يعد للخوف وجود ولا للتردد مكان ولا للاحتمالات سبب الله سيحول جميع مشاكلك إلى حلول وكل آلامك إلى عافية وكل أحلامك إلى واقع وكل دموعك إلى ابتسامات حتى لو ميت فالحي الذي لا يموت سيعيد حقك لأبنائك من بعدك لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من بعدك فالحي الذي تموت أنت ولا يموت هو سيكون لهم سيكون معهم سيرأف بحالهم سيسعدهم سيجعل حياتهم أفضل منها وأنت معهم لأنه الحي الذي لا يموت أكسجن الحياة حتى لو لم يظلمك أحد توكل عليه ليس التوكل مناجاه من ظلم الظالمين وإعانة على عمل معين فحسب التوكل هو أكسجن حياتك هل تستطيع العيش بلا أكسجن؟ توكل على الله في صحتك أوكل أمر نبضات قلبك وحركة أعضائك وتضفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل جسدك إلى الله لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لحتركت عينيك جفافاً لو لم يأذن الله للسانك أن يزوق لبهتت الحياة في نظرك لو لم يأذن الله لجلدك أن يحس لتقطعت دون أن تشعر توكل عليه سبحانه في صلاح أبنائك كم قد رأيت ورأيت أبناء تربوا في المساجد ثم ألحدوا وليعوزوا بالله وأبناء صرف عليهم الآباء المال والرعاية ثم ضاعوا وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الكبار ثم انحرفوا الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك ادعوه أن يملأه إيماناً توكل عليه كله بخضوع يا رب هذا ابني وأنت ربي وربه فاهده إليك ودله عليك وأعني على تربيته يا رب أنا لن أحسن أن آمر بالصلاة ما لم تعني وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحياة جحيم بدونه توكل عليه في سعادة حياتك فالحياة جحيم بلا الله يقولون امدح زوجتك حدسها عن التفاصيل حتى تخلب لبها ابتسم لها عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبها وحبها نعم كل هذا صحيح ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه كل يا رب أصلح لي زوجي استعم به توكل عليه ادعوه قائلاً كل ابتساماتي لزوجتي لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك تضرع إليه قائلاً قلبها بيدك لا بيدي فأودن بيننا وأصلحنا يا رب لبعضنا الله يريدك أن تعترف أنك ضعيف محدود القوة متواضع الإمكانيات وأنه وحده القوي العزيز العظيم إذا فعلت ذلك فقد أنهيت سلاسة أرباع التوكل إذا فعلت ذلك كل الأشياء من حولك تتحول صدقني تتحول دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك دعنا نتخيل أنك إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض أنت تحتاج أن تتوكل عليه ليحبك ألست تريده أن يحبك؟ إن الله يحب المتوكلين إن معنى أن يحب الله العبد معنى لا يمكن لمن لديه أدنى رهافة أن يمر عليه دون أن يخفق له فؤادا حنينا ورغبة وشوقا الله الذي لا إله إلا هو يحبك هذا سبب كاف جدا أن تسعى إلى التعلق بالوكيل سبحانه وأن تتوكل عليه وأن تحب هذا الإسم الدال على هذه الصفة العزمة حسبي الله يأتي بعض الناس ليصبتوك لينكلوا لك شيئا من الواقع البشع ليهزوا يقينك الداخلي ليلعبوا بإحاسيسك ليأمروك أن تخشى أن تخاف أن تتضعضع أن تغير موقفك أو تحرف وجهة مبادئك في تلك اللحظة اخسل قلبك بالإيمان وقل حسبي الله ونعم الوكيل لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل ولن يمسك سوء اقرأ بتذبر الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أما إصابة السوء لك فلا شك أنها لن تصيبك ولكن حتى المس الذي كنت تظن أنك لن تنجو من بعضه لن يمسك لن يلمس جلدك قرح لن ينغز قلبك ندم بإذنه سبحانه اقرأ بقلب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة إذا توكلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلق بأنك لم تجد غيره لتتوكل عليه لا أبدا أنت تتوكل على أعظم ما يمكن أن يتوكل عليه مخلوق البعض يقول ليس لنا إلا الدعاء عجيب وهل هناك قوة أعظم من الشيء الذي ليس معك غيره الدعاء هو من مظاهر التوكل الدعاء هو تيقم قلبي قبل أن يكون كلمات صوتية بأنه المستطيع سبحانه كل شيء وهذا هو التوكل في أوضح صوره الذي يقول فلان ليس له إلا الله كله وكفى بالله وكيلة ونعم بالله وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب المشرق والمغرب خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم صروة وإن خلتموني وحيدا سليبة سبب مقنع أتدري لماذا يكفي أن تتوكل على الله؟ هناك سبب مقنع جدا هو كونه سبحانه يملك السماوات والأرض قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو لله والله سبحانه هو المتحكم فيه هذا المرض الذي هدك ولم تجد علاجه أليس في الأرض؟ إذن هو ملك لله وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن يغادر جسدك هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات أليست في الأرض؟ إذن توكل على من له هذه الأرض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل أي شيء لذلك نتوكل عليه الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تأمل حسبنا الله ونعم الوكيل أي ليس لنا إلا الله ثم هو نعم الوكيل فليس هناك وكيل أعظم منه أو أجل منه أو أرجى منه احذر احذر أن تتخذ وكيلا غيره احذر أن تلتجئ إلى سواه سوف يصيبك الوهن سوف تغزوك الوساوس سوف يتعلق قلبك بشعب الدنيا قال سبحانه ألا تتخذوا من دوني وكيلة يحرم عليك أن تبحث عن غيره وهو الموجود أن تتكل على غيره وهو الحي أن تلتجئ إلى غيره وهو المقيت ولأنه سميع عليم تتوكل عليه فسوف يسمع كل شيء يدور في الخفاء ويعلم كل أمر يحاك في الظلام فكيف تتوكل على غيره وغيره لا يمكنه أن يسمع ذلك أو يعلم ذلك وتوكل على الله إنه هو السميع العليم هذا الظالم الذي يؤذيك إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي يحميه فتوكل عليه يرد سبحانه أزاه وقل بكل عزة إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إذا كان الشيطان وهو ز الجنود والعساكر والقوة التي أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير ذلك لا يستطيع التوصل إلى المتوكل قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكيف بمدير في العمل أو جار سوء أو أمير أو وزير تذكر ومن يتوكل على الله فهو حسبه لن تحتاج أحدا أبدا إذا وصقت به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك أنت إن لم تحتك رعاية الله من كل جانب هلكت الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط والمؤامرات وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي لا أخوفك هذه الحقيقة قل يا الله توكلت عليك هل قلتها بقلبك؟ الآن ابتسم كل تلك الأفاعي انتهت أشياء تهددك إذا خرجت من البيت ينتظرك في الخارج حادث أليم يقع لك أو هبة هواء تمردك أو حفرة تقع فيها أو شخص بزيء يشتمك أو إنسان حقود يحسدك أو موظف معقد يتعبك أو بائع غشاش يخسرك ولكن قل عندما تخرج ما أوصاك به نبيك الكريم بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الآن أخرج مستنشقا التوفيق والتيسير بإذن الله كل تلك المخاوف لا وجود لها وإذا نمت ألجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه رغبة ورهبة إليه في كل حين وفي كل لحظة تذكر هناك رب أمرك أن تتوكل عليه وأنت تحتاجه لا تفرد في هذه الفرصة وهذه الهدية وهذه الميزة أبدا اللهم اجعلنا متوكلين عليك ملتجئين إليك اغمرنا بالإيمان بك واجعل هذا الإيمان يخسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب